الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما معنى حاج إبراهيم في ربه ومن هذا الشخص الذي حاج إبراهيم في ربه عز وجل وما معنى فبوهيتاء وما معنى خاوية على عروشها وما معنى لم يتسنى وما معنى ننشزها يأتي التعرف على هذه المعاني في الثانية شرح الأيات الكريمة حتى نحفظ بفهم إن شاء الله تبارك وتعالى وهذا هو وجه رقم ثلاثة وأربع مواضيع الآية الكريمة المؤمنون يتولاهم الله والكافرون أولياء الشيطان كذلك الآيات من مواضيعها مجادلة النمرود لإبراهيم عليه السلام وأمثلة على قدرة الله تبارك وتعالى كذلك قصة الذي مر على القرية والطاعة لله تبارك وتعالى لا حد لها والمعصية والكفر ظلمات تفضي إلى النار والعياذ بالله فاللهم أجرنا من النار يا رب العالمين ومع شرح الآيات الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون والمعنى الله جل وعلا يتولى الذين أمنوا به يوفقهم وينصرهم سبحانه وتعالى فاللهم موفقنا وانصرنا يا رب العالمين ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم سبحانه وتعالى فاللهم أخرجنا من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم اللهم أمين والذين كفروا أولياؤهم الأنداد والأوثان الذين زيانوا لهم الكفر فأخرجوهم من نور الإيمان والعلم إلى ظلمات الكفر والجهل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون فيها أبدا اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرك فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين المعنى هل رأيت أيها النبي أعجب من جرأة الطاغية الذي جادله هذا معنى حاج الذي جادله إبراهيم عليه السلام في ربوبية الله تبارك وتعالى وتوحيده وقد وقع منه ذلك لأن الله تبارك وتعالى أته الملك فطغى فبين له إبراهيم عليه السلام صفات ربه تبارك وتعالى قائلا ربي الذي يحيي الخلائق ويميتها قال الطاغية عنادا أنا أحيي وأميت بأن أقتل من أشاء وأعفو عن من أشاء فأته إبراهيم عليه السلام بحجة أخرى أعظم قال له إن ربي الذي أعبده يأتي بالشمس من جهة المشرق فأتي بها أنت من جهة المغرب فما كان من الطاغية إلا أن تحير وانقطع وغلب من قوة الحجة والله تبارك وتعالى لا يوفق الظالمين لسلوك سبيله لظلمهم وتغيانهم سبحانه جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل بث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير المعنى أو هل رأيت مثل الذي مر على قرية سكتت سقوفها وتهدمت جدرانها وهلك سكانها فأصبحت موحشة مكفرة قال هذا الرجل متعجبا كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها فأماته الله جل وعلا مدة مئة عام ثم أحيا وسأله فقال له كم مكثت ميتا قال مجيبا مكثت مدة يوم أو بعض يوم قال له بل مكثت مئة سنة تامة فانظر إلى ما كان معك من الطعام والشراب فهو ذاباق على حاله لم يتغير مع أن أسرع يعني ما يصيبه التغير الطعام والشراب ولكن الله تبارك وتعالى هو القادر القدير المكتدر سبحانه وتعالى وانظر إلى حمارك الميت ولنجعلك علامة بينة للناس دالة على قدرة الله عز وجل وبعثهم فالله تبارك وتعالى هو القادر القدير المكتدر وانظر إلى عظام حمارك التي تفرقت وتباعدت كيف نرفعها ونضم بعضها إلى بعض ثم نكسها بعد ذلك اللحم ونعيد فيها الحياة فلما رأى ذلك تبين له حقيقة الأمر وعلم قدرة الله سبحانه وتعالى فقال معترفا بذلك أعلم أن الله على كل شيء قدير سبحان الله جل وعلا فهو القادر القدير المكتدر وهذه أسماء القدرة لله تبارك وتعالى ربنا أنا بتغي القوة والعزة من غيرك وأنت القوي المتين العزيز الأعز سبحانه وتعالى ربنا أنت القادر القدير المكتدر سبحانه جل وعلا يستفاد من الآيات الكريمة فوائد علمية وفوائد عملية أولا من أعظم ما يميز أهل الإيمان أنهم على هدى وبصيرة من الله تبارك وتعالى في كل شؤونهم الدينية والدنيوية بخلاف أهل الكفر فاللهم ارزقنا البصيرة الدينية والدنيوية يا رب العالمين كذلك يستفاد من أعظم أسباب الطغيان الغرور بالقوة والسلطان حتى يعمل مرء عن حقيقة حاله نعوذ بالله عز وجل من الطغيان والغرور كذلك يستفاد مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق وكشف ضلالهم عن الهدى كذلك يستفاد عزم قدرة الله تبارك وتعالى فلا يعجزه شيء ومن ذلك إحياء الموتى وبذلك تمت الآيات ولله تبارك وتعالى الحمد والمنى اللهم ردانا إلى دينك مردا جميلة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الله وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم اقضي عنا الدين وأغنينا من الفقر يا رب العالمين واللهم اكفينا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عن من سواك اللهم اكون لإخواننا المسلمين في غزة وفي كل بلاد المسلمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم